اهلا بحضراتكم في هذه التغطية الحرب تقسم اسرائيل وتزيد معاناة انقسامها حدة وهي البلد المنقسم اصلا قبل اندلاع هذه الحرب وفي هذا الشأن قالت مجلة لوبيس الفرنسية ان وحدة الاسرائيليين بشأن الحرب لم يدم طويلا لتظهر بعد 12 اسبوع من الحرب تصدعات في الاجماع الوطني حول الحرب وشكوك بشأن ادارة رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو لهذا الصرع حسب رأي جاك باندلاك البحث في العلوم الاجتماعية بالكتس واذا كان هجوم السابع من اكتوبر قد وحد الاسرائيليين المنقسمين وقتها بشكل حاد حول الاصلاح القضائي والذي اقترحته حكومة نتنياهو فان استمرار الصراع وطول امده احيا الشكوك لدى الرأي العام الاسرائيلي في ادارة الحرب وازمة المحتجزين وقد اعاد ذلك الانقسامات بكل قوتها وبشكل رئيسي بين الاغنياء والفقراء وبين اليمين واليسار وبين الدعين لاقامة اسرائيل الكبرى ومؤيد حل الدولتين ويرى الكاتب ان الحرب لم تؤثر على جميع الاسرائيليين بقدر متساوي فقد ضربت جنوب اسرائيل بشدة اذ ترتفع نسبة الفقر حسب تقريب الفقر في اسرائيل عام 2022 الى 25% في المنطقة الجنوبية وذلك مقابل 15% في المنطقة الوسطى خاصة بين بدو النقب والعديد من اليهود السفردين في بئر السبع وسيدروت ونيتيفوت ووفقا لمسح اجرتهم مؤخرة منظمة لاتتالاسرائيلية غير الحكومية والتي تحارب الفقر وانعدام الامن الغذائي في اسرائيل فان دخل السكان انخفض 19.7% منذ بداية هذه الحرب ويخشى 45.5% من الاسرائيليين من الوقوع في انعدام الامن الاقتصادي الكبير خاصة ان التعويض الجزء والبطيء للغاية من الدولة لن يؤدي الا الى تفاقم الفجوات الاجتماعية الصارخة وعدم المساواة داخل المجتمع الاسرائيلي من جهة اخرى اعادت الحرب اشعال الانقسام بين اليمين واليسار في اسرائيل حيث ترتفع نسبة اليمين عندما يرى الاسرائيليون ان حربا ما تشكل تهديدا وجوديا لدولتهم وبسرعة كبيرة تحولت مظاهرات التضامن مع المحتجزين في غزة الى مواجهة بين مؤيد نتنياهو ومعارضي اذ يطالب الفريق الاول باتفاق لوقف اطلاق النار وتحرير المحتجزين في حين يؤيد الفريق الاخر الحرب مهما كلف الثمن حتى القضاء على حماس وينتقد العديد من الاسرائيليين نتنياهو لعدم تحمله المسؤولية عن اندلاع صراع كان يعدم خطورته الوشيكة ورفضه مناقشة سيناريو انهاء الحرب ومستقبل قطاع غزة مما يفقده مصدقياته حتى في معسكره السياسي وبالتالي لم يعد اليسار الاسرائيلي وحده هو الذي يطالب برحيله واذا كانت الحرب قد اشعلت النقاش في اسرائيل بشأن حل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني فان الحكومة لا تريد الحديث عن مستقبل الاراضي الفلسطينية المحتلة خاصة ان نتنياهو بعد تشكيل حكومته الائتلافية الحالية اصبح اسيرا لليمين الصهيوني والديني المتطرف والذي يؤيد قادته بدون شرط اسرائيل الكبرى التي تضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وفي الوقت الذي تؤكد فيه استطلاعات الرأي الاخيرة انهيار شعبيته يدرك نتنياهو ان نهاية الحرب في غزة ستكون نهاية مسيرته السياسية وهو لذلك يستبعد حل الدولتين ارضاءا لحلفائه اليمينيين المتطرفين الذين يعتمد عليهم ائتلافه الحقومي حتى لا يفقد السلطة مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرتك